ورجع نالكو تاني وفكرتنا نعرض فكرة مهمة جدا اي ست بتكون نفسها تكون ام في ستات ربنا بيرزقهم وفي ستات تانية بيكون عندها مشاكل وطبعا الموضوع ده ممكن يهد اسرة ممكن يبلغ اكتئاب لكن اللي عايز اقوله لكم يا ستات ان دلوقتي العلم تقدم جدا بقى فيه تقنيات كتيرة بقى فيه معالجات كتيرة جدا ممكن بعد ربنا اكيد تحقق لك حلمك النهاردة بالاخص هنتكلم على مشاكل كتير وهنتكلم بالاخص النهاردة على فوائد حقن البلازما صاري في امراض النساء ودي في النهاردة هو دكتور محمد فرج الشربيني استاذ امراض النساء والتوليد والعكم بكلية طب دكتور امراض النساء والتوليد والعكم استشاري الحقن المجهري واستشاري جراحات المناظير والتجميل النسائي ورئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر بالاليوبية مساء الخير ومنورني يا دكتور مساء النور اهلا محضرة دكتور في البداية كده انا بس عايزة حضرتك تبريف كده يعني ايه البلازما ومساعدتها ان جانرال فاي مشكلة يكون عند الستات اللي عايزة تخلي بسم الله الرحمن الرحيم البلازما اللي احنا بنتكالب عليها لنقصد ايه اللي هي البي اربي اللي هي البلازما الغنية بالصفايح الدموية مش البلازما بس احنا عندنا الدم بتاعم بيكون من خلايا عيمة في سائل اصفر اللي هو البلازما الخلايا دي عبارة على كرات دم مبيضة وحمراء وصفايح دموية احنا بنحاول عن طريق انابيب معينة ان هنفصل البلازما الغنية بالصفايح الدموية عشان ناخدها نستخدمها البي اربي ده ترمي مش جديد ده عندنا في النساء لسه بادئ جديد انه هو موجود من زمان يعني اطباء اللي هو التجميل كلهم بيستخدموه سواء في انبات الشعر سواء عشان الكولاجين والتجعيد والكلام ده عندنا برضو الأطباء العظام بيستخدموه عشان القارتلج اللي هي ما يكون في المفاصل فيها مشاكل بيحقونه عشان يطلع قارتلج جديد برضو أطباء الأسنان بيستعملوه وهو ليستخدامات كتيرة قوي البلازما دي هي الميزة بتاعتها ايه ان احنا عندنا صفايح دموية ديك ربنا سبحانه وتعالى خالق فيها ميزة ان فيها عوامل نمو عوامل النمو الموجودة في صفايحة دموية ديك عندها المقدرة ما تحط في اي مكان تخلي الانسجة بتاع تبدأ تطلع من جديد حانها في الجلد تطلع جلد حانها في الشعر تطلع شعر في الغداري فطلع غداريك فمن هنا بدأ استخدامها عندنا في امراض النساء دي استخدامات كتيرة قوي قوي بس هنركز عليه النهاردة اللي هو استخداماتها اللي زود فرص حدوث الحمل للسيدات يعني استعملها في تجميل النساء كتير استعملها في العمليات بتاعاتنا في الثلاث البول في الحاجة ديك بس هو اهم حاجة بالنسبة لنا النهاردة اللي نركز عليها ليستخدامها مع الحقن المجهري ازاي تساعدنا ان السيدة توصل انها تنجب بعد ما كان فيه مشاكل او مضعفات ان احنا نبعد عن الحمل طب دكتور خلينا نتكلم على الحقن المجهري ايه الامراض اللي بتخلي الموضوع ده ما انجحش طبعا كلام جميل واحنا عندنا الاول الحقن المجهري ده وكان بدأ من سنوات طويلة خلينا نغرب برضو المشاهدين ايه الحقن المكان اللي ممكن الناس ما تبقاش عرفها ده من نعم اللي ربنا اناعم على الناس من فترة طويلة هو طبعا اول ما بدأ قالوا ان احنا دلوقتي عاوزين ناخد حيوان منوي وبويضة ونحقنهم مع بعض ونحطهم في حضانة شبيهة بالرحم بتاع الام عشان نكون جنين وبعد كان نقلل الام في الجنين بتاعها دوك كنا فيه بعض السيدات نقول لهم انت عقيم ما ينفعش تحملي بعض الرجال انت عقيم ما ينفعش تحمل انها بعد ما بدأ الحان المجهاري ده ادى الى ان احنا كلمة العقم دي تقل جدا جدا بس متأخر انجاب يعني الزوجة اللي كان عنده عدد حيوانات موية قليلة جدا او الحركة ضعيفة ده كان قبل كده عقيم ما يحملش الزوجة اللي كان عندها الامبيب مزدودة مثلا او لتسقط في الامبيب او حاجة زي كده ما كانش ينفع انها تحمل كده عقيمة انما الحمد والله فضل سبحانه وتعالى دلوقتي الحان المجهاري تغلب على الحاجات ديك وبرضو حان المجهاري اول ما بدأ زمان خالص كان الناس برضو بيقولوا عليه زي ما بتقال على البلازمة دلوقتي ده كلام ايه جديد ده ما حد شعرف عنه حاجة ده كلام مش صح مش مظبوط اه بالزبط كان بدأ من عشرات السنين وكان برضو بيتهاجم في الاول وده كلام مش مظبوط لعدم المعرفة به انما بعد كده ما بدأه بقى فعلا من الحاجات اللي هي بتساعد جدا في حدوث الحمل زي وزي البلازمة اعتقد خلال سنوات قصيرة جدا هتبقى علاج معتمد بس البلازمة دي بقى يا دكتور هتبقى طبيعي بقى الصحلة والبيضات زادت خلاص هيبقى مش لازم مساعدة من نقوة هنقول لحضرتك حينا اه اه احنا بالنسبة البلازمة الغيد دلوقتي يكونوا عليها ابحاث وتجارب وده كلام العلم الصحي الوسطي الصحي لها هي مش علاج معتمد عشان برضو تساعد المشاهدين يبقوا فاهمين احنا دي ابحاث وتجارب العينين اللي احنا بنعملهم بنقول لهم برضو دي ابحاث وتجارب وليست علاج طبي معتمد لكن هي بتساعد معنا او بتساعد معنا كتير واعتقد في خلال سنوات قليلة جدا هتبقى علاج معتمد زي زي الحقن المجهري في اول مطلع لان هي بتساعد معنا كتير جدا في الحقن المجهري طب احنا توهنا بقى بالسؤال الامراض ايه اللي ممكن تبقى عنده سيد اللي ما تخليش الحقن المجهري ينجح طبعا احنا عندنا طبعا اي مرض موجود في جسم السيدة ممكن يؤثر معنا في الحقن المجهري يعني مثلا سيدة عندها السكر السكر ده قبل نعمل حقن المجهري لازم يكون متزبط لمدة 3 شهور على الاقل قبل ما نعمل الحقن عشان لما نعمل يحصل حمل كويس احنا بنصبر ما نستعجلش ان احنا نعمل حقن اي سيدة تيجي غير ما تكون الضباطت كويس جدا امراض الغدة الدرقية نفس الكلام سواء زيادة في النشاط او كلال في النشاط بتاعتها الامراض اللي هي لها علاقة بجهاز المناعة زي الزئبة الحمرة وامراض كتيرة دي بتأثر جامد في الحقن المجهري يعني جميع الامراض اللي تؤثر على جسم السيدة لازم بتعالج وتصلح في الاول قبل ما نعمل اي حاجة برضو في حاجات تانية زي مثلا ما يكون واحدة الوزن بتاعها مش طبيعي يعني اوفر ويت بشكل كتير دي الافضل انه قبل ما نعمل اي حاجة لازم الوزن بتاعها ينزل ما نستعجلش لغاية لما يبقى البوديمس انديكس بتاعنا مثلا من 18 نصف ال25 دي الايديال بتاعها عشان نقدر نعمل حاجة مجهري يجيب نتيجة